موسيقى 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 يمكن نبدأ بالموضوع ديال كيفاش التعليم خصنا واحد تعليم إلا بغنى يكون فيه تكافؤ الفرص إلا بغنى يكون فيه الإنصاف خص هذا التعليم طبيعة الحال يكون واحد تعليم وهو دامج وتعليم دامج هذا تعليم دامج مجال القراوي وكين اهتمام بهذا المجال القراوي وكين مواكبة للمجال القراوي نظرا الخصوصيات لهذا المجال القراوي وهذا علاش عنا واحد عدد الإجراءات عنا واحد عدد الخدمات التي تتم في العالم القراوي نذكر منها النقل المدرسي نذكر منها الداخليات أو دور طالبة نذكر منها أيضا الدعم التي يتم الأسر التي هي موجودة في العالم القراوي ولكن نعتبره في نفس الوقت خصنا العالم القراوي يبقى هذا المجهود يستمر وهناك عدد للتحديات أنا ما ندخلش للتفاصيل التي هي مطروحة غير ما نريد أن أكدع له هو بأن كين واحد اهتمام خاص وكين واحد في كل خارطة الطريق هذا الجانب موجود مدرسة دامجة تعني أيضا الاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات خاصة طبيعة الحال هناك بعض الأحيان حسب النوعية ديال الإعاقات اللي يمكن تكون تحتاجوا خص مراكز اللي هي مختصة ولكن في بعض الحالات را تيتم هذا الإدماج في المؤسسات التعليمية ما زال خصنا واحد المجهود ما زال هذا المجهود مغير كافي لحد الآن هناك دار كين واحد مجهود تيد دار كين تقريبا الآن عدة مؤسسات اللي هي انخارطة في هذا البرنامج ديال المؤسسات الدامجة بعض المؤسسات عنا أقسام اللي هي مختصة للتلاميذ اللي عندهم بعض الحتياجات ويمكن لهم كين تأطير مع الجمعيات اللي هي مختصة اللي يتم في هذا الأقسام ولكن أكثر الحالات تنبغيوا بأن التلاميذ يدمجوا في الأقسام العادية مع التلاميذ الآخرين وبعد أحيان أيضا في الامتحانات تكون تكييف الامتحانات حسب نوعية الحاجة لديالبعض التلاميذ بغيت أيضا نرجع الواحد النقطة اللي انتوما الشرطي لها واللي هي متعلقة يمكن بالقيام تكلمتوا على المواطنة وتكلمتوا المواطنة من طبع هذا الموضوع اللي تهم المجتمع كمجتمع ولكن نعتبر نفسنا بأن وزارة التربية الوطنية ماشي غير وزارة التعليم وهذا يعني المواضع اللي هي مرتبطة بالقيام اللي هي مرتبطة بالهاوية لازم عندها مكانة خاصة عندها مكانة خاصة من خلال المناهج وهناك مراجعة للمناهج بشتخد بعين الاعتبار هذا الجانب ولكن أيضا من خلال الممارسة وهنا في ذلك الجانب اللي هو مرتبط بكل أنشطة الموازية هناك اندية اللي هي بشراكة مع شركاء منها منهم رابطة محمدية ديال العلماء منهم البنود وحدة عادة ديال شركاء ديال المجتمع المدني اللي تساعدوا باش نشغلوا على هذا المواضيع ديال المواطنة بالنوع من الفعالية لأننا ما يكفيش زياما كنينewれない نجيو نقولها هالمعنى ديال المواطنة هذا يعني حقوق واجبات هذا يعني ايضا كيباش نعطيه المثال داخل المؤسسات التعليمية هذا يعني كيباش كل القدوة ديال اساس continuously هذا يعني واحد العداد ديال المفاهيم اللي هي وراء هذا الموضوع ديال المواطنة